ذكرت فرق الدفاع المدني أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا وأصيب عدد آخر بمخيم للنازحين جراء هجوم شنته القوات الحكومية السورية على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا وأصابت صواريخ أرض أرض التي أطلقت من ريف حلب المخيم ما أشعل النار في الخيام من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا مدفعيا من قوات موالية للحكومة أصاب مستشفى للولادة في منطقة قاح وأفادت الجمعية الطبية السورية الأمريكية بأن القصف ألحق أضرارا بالمستشفى وتسبب في إصابة أفراد من الطاقم بجروح